من لمعان رؤوس مسندم شمالا إلى أرض اللبان جنوبا موارد طبيعية تستثمر ليس ببعيد عن منابع الذهب الأسود تفترش الصحراغ بمحطة عبريل الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء النظيفة ومشروع محطة تحلية المياه يعمل بالطاقة الشمسية في ولاية صور وهنا حقل أمل الذي على أرضه يقف مشروع مرآة من أكبر محطات توليد البخار بالطاقة الشمسية في العالم وليس ببعيد ولاية ثمريت بظفار فيها أكبر محطة لطاقة الرياح في منطقة الخليج العربي بينما الخطى مدروسة نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي فاقت استثماراته 30 مليار دولار تحولات في البلاد في استخدام الطاقة النظيفة قبل حتى إطلاق مبادرة عمان للحياة الصفرية 2050 كانت هناك كثير من القهود والاستراتيجيات وأيضا سياسات التي من شأنها تضمن عملية الحفاظ على البيئة وكذلك أيضا التخفيف من الانبعاث الغازات وقميعا نرى القهود المبدولة في قضية التحول إلى الطاقات النظيفة وأيضا الاستثمار في مقال الهيدروجين الأخضر كل هذا القهود تصب في هذا القانب وفي مشاركة العالم لتخفيف من الانبعاثات عمان مع العالم نحو خفض انبعاثات الغازات الدفية التي غيرت المجريات في الكرة الأرضية مسببة تغيرات مناخية ما بين جفاف وفيضانات فيما توجهات سلطنة عمان واضحة نحو الحياة الصفري لاستدامة الموارد الطبيعية شهدنا في العقد الماضي ارتفاع وحدة في العاصير المدارية وتأثيرات الكبيرة على مناطق استوطنة من شمالها إلى جنوبها ارتفع الدرجات الحرارة وفي تقلبات واضحة في كميات وطول الأمطار لذلك هناك خطة وطنية سواء للتخفيف أو للتكيف من أجل تقرير الأضرار المصاحب للتغيرات المناخية استثمار الموارد الطبيعية لرسم مسار مستقبلي في بيئة تثمر نماء فتبقى سلطنة عمان خضراء مستدامة النظرة مستقبلية لسلطنة عمان نحو استدامة الموارد الطبيعية مستندة على رؤية واضحة للوصول إلى الحياة الصفري الكربوني ساعية إلى تحقيق على المستويات للحد من آثار التغير المناخي فارس بن جمالوهابي مصطط